السلام عليكم اليوم راح نستعرض لكم مقارنة بين كرت الشاشة 1080Ti و كرت الشاشة 90Ti ولعبة المقارنة هي لعبة Battlefield 1 والدقة راح تكون 1080P وأعلى عدلات الممكنة و مواصفات الجهاز المعالج Intel Core i7 6700 ATEM كاش يوصل لين 4 جيجا هرتز والموضبورد Z170X Gaming 3 والرام HyperX Savage TDR4 Memory و راح يكون هذا الجهاز الوحيد بنستخدمه بين الكرتين حنا بس بنسوين نبدل بينهم و الكرت التانيتي تائلة بنستخدمه راح يكون من فئة أورس وهو من نوع جيجا بايت وميستا انه فيه ثمراوح تخليه برد حتى وان تلعب ألعاب فيها جرافيك ستقيل و ايضا تقدر ترفع سرعته او تسوي أفركلوكينج له اذا احتجت انك تحتاج السرعة هذه في اللاب وهذه المقارنة واضحة قدامكم بين الكرتين التانيتي تي اي و التانيتي تي اي بنستخدمهم اليوم الكورك لوك حق التانيتي تي اي البيس حقه في وضع العادي اوه نقول الأبر كلوك مود راح يكون الف تسعمية أربعة تسعين و لما تسوي أبر كلوك في البوست راح يكون الف تسعمية ثمانية ميجا هاتس اما اذا كنت في الجيميج مود البيس حقه راح يكون الف خوثمية تسعة ستين و اذا سوتل بوست في البوست راح يكون الف ستمية ثماني ميجا هاتس اما حقه differenti PEax 980Ti في الى بالaremni يكون الباس حقها الف ستة و عشر ميجا هاتس اما في البوست مود راح يكون الف و مية اعبة عشر ميجا هاتس اما اذا كنت في المابر الباس حقه انف البيس حقه تي تي اي راح يكون 11 جيجا بايت اما الجي فورس 9 اي تي تي اي 6 جيجا بايت وهذا تقريبا يعني او المست الضعف تقريبا الضعف صغير ونوع الممري جي دي ار 5 اكس في التين اي تي تي اي اما نان اي تي تي اي فهو جي دي ار 5 والدقة او هنقول اعلى الدقة ممكن يقدر يوصل لها التين اي تي اي هي 8 كي اما النان اي تي تي اي يقدر يوصل حتى اربعة كي وماذا زي تاني تي اي توصل حتى تقريبا 200 ابوث اف الثانية لكن المتوسط حête يوصل 160 ابوث اما ال canad тоun 70d تي تي اية يوصل حتى 140 اف الثانية ومية اف الثانية 20 اف الثانية يعني تقريبا 60 ابوث صغير بينهم الفرق اما منohwthe ve which size so cd con team editor Samad to me and by quality designed so we should cad cast other45Ps وهذا الكلام على اعلى الموصفات يعني فاعلى الموصفات الكرتين tych not familiar اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة